عايز اقول حاجة بالنسبة للي قاله فاروق على جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي عودتنا دايما دايما انها ورانا في كل حتة ورانا في كل حتة خلي بالله لحضراتكم مش في الملعب بس مش حتى خارج الملعب يعني جماهير النادي الاهلي اللي بيحصل له اي اصابة او اللي بيحصل له اي ظرف او اللي بيحصل له اي حاجة صعبة تبعده عن الملعب شوية او يعني تحس حتى انه مش في مستوى جماهير النادي الاهلي بتفضل على تواصل معاه وتشد من أزله وتفضل وراء وتفضل تسنده وتفضل تدعوه على فكرة كلنا كلنا مرنا بالحطة دي وكلنا كانت جماهير النادي الأهلي بتقف ورانا واللي يجلنا البيت واللي من النادي ياخدنا لو احنا مش قادرين يوصلنا البيت ويقعد تسأل علينا على طوله وتتصل بينا وتجلنا ده جمهور النادي الأهلي فالطبيعي الطبيعي من جمهور النادي الأهلي النهاردة ان يكون فعلا فيه نسبة منهم متواجدة في الملعب بس دي بتوصل رسالة رسالة جماهير النادي الأهلي كلها ان احنا وراكم ان احنا بندعمكم ايه يعني بطولة راحت ولا بطولتين راحوا لا لكن انت هترجع أقوى من مكان على فكرة في ناس نسية التاريخ بس انا بحب اذكرهم بحب اذكرهم كلام ده حصل قبل كده 2003-2004 حصل الكلام ده ولكن النادي الأهلي رجع أقوى من مكان 92-93 حصل الكلام ده ولكن النادي الأهلي رجع أقوى من مكان قاعد ياخد البطولة 6-7 سنين النادي الأهلي البطولات مش البطولة فالكلام ده حصل قبل كده ولكن الفرق الكبيرة اللي هي من عينة النادي الأهلي والنادي الأهلي بيضاهي أكبر الفرق العالمية حتى الفرق العالمية لما جينا نستعرض الأرقام حضراتكم لا فيه فرق كان بتاخد الرابع والخامس والسادس من الأندية العالمية وكان عادي بالنسبة لها الموسم اللي بعده احتمال تعود الموسم اللي بعده ممكن ما تعودش تاخد تالت تاخد رابع نما احنا مش متعودين لا على تاني ولا على تالت احنا الأمور بالنسبة لنا غير الكلام ده ازاي بيحصل احنا لما بيحصل لنا كابوة وبنقوم من الكابوة دي بسرعة بفضل ربنا وجمهور اللي قدامكو ده بفضل الجمهور ده لايف من الملعب بفضل الجمهور ده جمهور النادي الاهلي بص عظمة جمهور النادي الاهلي بص فرحة جمهور النادي الاهلي كأنه واخد بطولة بالزبط كأنه واخد بطولة هو ده ده يعني حاجة تأشعر الجسم حاجة تحسسك بالفخر فعلا ان دي جمهير النادي الاهلي تحسسك بالفخر ان انت منتمي لنادي عظيم زي ده ووراك جمهيرة عظيمة جدا 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 زي دي بصوا حضراتكم الفرحة بصوا حضراتكم الناس وهي بتشجع تحس ان فعلا انت النهاردة بتستخدم درع دوري مثلا بصوا الجمهور رايح بيوصل رسالة للعيبة النادي الاهلي والمسؤولين في النادي الاهلي بقالة كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس ادارة ومجلس ادارة النادي الاهلي لا احنا وراكم ما ما حصل احنا وراكم ايه اللي حصل انا بقول لحضراتكم ايه اللي حصل خدت المركز التالت بقالك 38 سنة ما خدتش مركز تالت المركز ده بعيد عننا هو والتاني مش في بالنا خالص ولكن بصوا الجماهير بتعمل ايه دعم ومسندة ورا النادي فاحلك الاوقات في الصعوبات بتلاقيهم قبل الافراح هو ده جمهور النادي الاهلي هو ده اللي عودنا عليه جمهور النادي الاهلي